تمكن مجموعة من المواطنين زوال يوم السبت الماضي 21 شتنبر 2019 نواحي مدينة تتوانوى بالضبط بمنطقة عين الحصنة الجبلية من اسقاط عصابة جرامية متخصصة في السرقة باستعمال السحر السماوي وحسب مصادر محلية فإن المواطنين أوقفوا العصابة التي كانت في طريقها لسرقة نقود ومجوهرات فتاة تسكن بالمنطقة السالفة الدكرة المصادر ذاتها أكدت للعصابة المكونة من أربعة أشخاص شابين وامرأتين كانوا قد خططوا لسرقة الفتاة بطريقة السماوي إلا أن سكان عين الحصن تمكنوا من محاصرة العصابة ليتم إخبار رجال الدرك الملكي فورا توصلها بإخبارية في الموضوع انتقلت لعين المكان دورية الدرك الملكية ألقت القبض على المتورتين الأربعة وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم وإحالتهم على المحكمة لتقول كلمتها القانونية في حقهم في الأخبار الرياضية خرج المغرب نور الدين مربط نجم النصر السعودي عن صمته بعد الشائعات التي تحدثت عن وجود أزمة مع إدارة ناديه بسبب مطالبة اللعب بتعديل عقده الرفع من التعويذ المادي قلم ربط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إشارة إلى الشائعات المتدولة عن طربي لزيادة المميزات المالية وإلا فلن ألعب هذا غير صحيح مطلقا تابع تقديرا للنصر وجماهيره ومجلس إدارته ومن كل قلبي أقول إنني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو دون مقابل ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم وأضف لا تستمعوا إلى الشائعات نحتاج فقط إلى دعمكم والبقاء معنا اللاعبون والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة والمشجعون ونوها النصر هو الفريق الذي ألعب له اتفقت مع أخي عبد الرحمن الخلاف المشف العام على النصر على جعل جميعي مشجع نصر سعدى وفخورنا إن شاء الله كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزي إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركون باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات دمتم في حفظ الله ورعايته إلى أن نلقاكم مع خبر جديد إلى اللقاء